بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المشركين جدد نقول لكم مرحبا بكم متابعين نقول لكم دمتم أو في القناة ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بأفضل وأحسن حال وصفة اليوم هي صابلي بحشوة الكراميل يعني ذوق رائع وثلاث ديكورات مختلفة نتمنى تتابعوا الفيديو للأخير وتشوفوا الطريقة ونبدأوا على بركة الله في المقادير نحتاجوا أول حاجة نصف كأس زيت أو 100 جرام نصف كأس سكر ناعم نصف كأس نشا أو ميزينة كأس بسكويت أي نوع مرحي 250 جرام مرغارين زوج بيضات واحدة خميرة فارنة ملح ونسكافي ملعقة صغيرة وملعقة صغيرة فاني نبدأ نحط المكونات كامل مع بعض نبدأ بالمارغارين نضيفوا لها رشة الملح نضيفوا كذلك زوج بيضات ونبدأ نخلطوا بالخلاط الكهربائي اللي تحب تستعمل اليد بتقدر بعد ذلك نضيفوا نصف كأس زيت ونصف كأس سكر ناعم ونزيدوا ونخلطوهم مع بعض ونزيدوا ونضيفوا نصف كأس نشا أو ميزينة ملعقة الفاني وملعقة النسكافي نكملوا خلطوهم بعد ذلك نضيفوا الكأس تا البيسكويت هنا البسكويت بذوق الكاكاو ورح نبدأ نضيفوا الفارينة بالتدريج نضيفوا كذلك خميرة الحلوى عشرة جرام نزيدوا نضيفوا الفارينة أنا هنا يعني تعمت أني ندير بالملعقة كان بعض الأخوات اللي قالوا لي ديرينا بالملعقة هنا الفارينة تكملوا تصبوا حتى تشوفوا يعني ما تعودش تلاسق في اليد كل مرة نضيفوا ونخلطو حتى نتحصلوا على عجينة متماسكة وما تلسقش في اليد كل مرة نضيفوا الفارينة حتى نتحصلوا عليها متماسكة على هذا الشكل شوفوا كيفها ما تعودش تلاسق في اليد وتكون في نفس الوقت طارية هذا هو شكلها نغطوها بابي أليمونتير ورح نبدأ نبسطو العجينة وماذا بكم؟ يعني أنا بابي يساعدكم وفي نفس الوقت ما نضيفوش الكمية أخرى تعالفارينة بش ما تيبسش العجينة ونبسطو العجينة وأنا هنا رح نستعمل هذا الطابع هذا الموديل وانتم ما يعني عندكم الاختيار تستعملوا أي طابع يعجبكم أنا نعطيكم الفكرة وتبقى دائما التزيين أو الأشكال يعني حسب الرغبة نتعكم هذا هو صعب لي نحطوه في سينية الفرن وإذا استعملتو شكل دائري نديرو الثقب دائري هنا بعد ما طبعت الحبة التعصاب لي رحن بواسطة سكين أو ملعقة أنا هنا استعملت الحاشية الملعقة نشكله ثقب أو شكل مستطيل في داخل الحبة كما راكم تشوفو ثم اللي عندها طابع يعني تخدم بالطابع عادي هكذا واللي تصعب عليها هذه العملية تقدر تكون وليكم طريقة أخرى تسهل عليكم العملية وكذلك تحافظوا على حبات الصعب لي هذه هي الطريقة أنكم تخدموا كلش في سيني أنا نكمل حبة اللي عندي كامل ونرجع لكم بعد ما كملنا الكمية كامل نحطوهم في الفرن مية وسبعين درجة قمستاش دقيقة نرجعوا للتزيين نحتاجوا شوكولة للتغليف نحتاجوا النسلي اللي رح نحشو به واللي ما عنداش النسلي تقدر تستعمل المعجون نبدأ بعد ما خلينا الحلوة تبرد أو الصابلي يبرد منلسق كل اثنين مع بعض بالنسلي ونعودوا نعمروا هذك الفراغ هنا اللي تحب ما تعمرش بالنسلي تقدروا تديروا المعجون أو تديروا شوكولة ولكن شوكولة زيدوا لها يعني الحريب وملعقة زبدة صغيرة باش ما تبسلكمش من داخل هذه هي ونخلوها تبرد في الثلاجة حتى يتمسك هذك الكراميل في الأخير رح نغلفوها بالشوكولة أنا هنا استعمل شوكولة بالحليب ثم تحبوا تستعملوا يعني أي ذوق يعجبكم ودايما نحطهم في ورق الزبدة رح يساعدكم نخلوهم يبردوا مليح وبعد ذلك نروحوا لمرحلة التزين النهائي أنا هنا كين حبات درتهم بالنيسلي زي أنت بالنيسلي كي ما راكم تشوفوا وهذه الكمية يعني دارتلي تقريبا 40 إلى 45 حبة صعبلي وكين حبات زي أنتهم بالورد وبالشوكولة وهذا هو شكل الحبة من داخل شوفوا كيف هاتجي يعني جاوب نان هايلين نتمنى أنكم تجربوهم مش رح تندموا خلاص ولحقنا نهاية الفيديو ما بقى لي غير نقولكم لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وبرتاجوا لتعم الفائدة ونتلقى إن شاء الله في فيديو جديد سلام ترجمة نانسي قنقر